حيث ترتبط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بعلاقات اقتصادية تنتظر المزيد من الدعم لمواجهة ما يحيط بها من تحديات بهدف تعزيز المصالح المشتركة في ظل الرؤى المتقاربة التي تجمع الكويت بشقيقتها الكبرى السعودية الكويت والسعودية جارتين تربطهما علاقات تاريخية تدعمها صلة القربة كما تربطهما تحديات الاقتصادية ذاتها والمصالح المشتركة تبقى العلاقة المميزة بين المملكة والكويت هامة جدا لكل الدولتين صح حجم اقتصادنا أصغر من حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية لكن أيضا تستغربين ترى أكبر مستثمر في المملكة العربية السعودية بعد الولايات المتحدة الأمريكية هو الكويت وماكو شيء من أن نستمر وأنا متأكد ما فتحنا البيبان سترى الاستثمارات حتى من السعودية لأن لماذا نطلب الانفتاح هو الانفتاح للجميع وكل واحد أهو ميزة تمام؟ مؤكد مثلا الصناعات في المنطقة الشرقية ترى سوقها بالكويت أحسن من سوقها في جدة العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين وثيقة فيما تحتاج العلاقات الاقتصادية الثنائية دفعة جديدة لتوسيع التجارة البينية ورفع حجم تبادل الاستثمارات قضية التبادل الاقتصادي متى ما أزيلت عنه بعض المعوقات البيروقراطية وما إلى ذلك لا السوق التبادل التجاري ينبقي أن يتضاعف مراحل بيننا كدولتين بحكم التقارب الجغرافي بحكم التقارب السياسي بحكم العلاقات التاريخية فأنا أتصور يعني إن شاء الله زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تعطي دفعه إلى الأمام لهذه العلاقة التي أصلا هي وثيقة التي هي مبنية ليست فقط على اعتبارات اقتصادية فقط لكن القرابة والقربة والمصالح المشتركة والمصير المشترك التاريخ المشترك والقرب الجغرافي وصيلات القربة وتقارب الرؤى السياسية ومواجهة المصير ذاته في منطقة تقع على صفح ساخن كلها عوامل تؤشر إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي لفتح أبواب تنمية جديدة في البلدين سنجل وسلتي تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر